أنا أسألك على الإعلام. هذا السؤال يلحب أيضاً. ربما الإعلام الفضائي هو الإعلام العابر للقرات مع الرقم أيضاً. إذن الحملة في الخارج تقريباً لعبت وصيغت بهذا الحامل. الإعلام الفضائي والرقم أيضاً. وأنت الإعلام المختص كيف تابعت ردهات الحملة الانتخابية ومرافقاتها أو صداها الإعلامي؟ للتفاعل مع سلم نصري أنا أؤكد أنها قضية تشريعات وبالتالي لا بد من توصيات لوجود حلول. ولا أعتقد أن مع كل هذا الكم من المراقبين وكل هذا الكم من الأشخاص الذين تجندوا لمتابعة الحملة الانتخابية والأموال التي صرفت أنه لا يمكن بحكم أن كل هذه القائمات موجودة في القصليات إذا تفاعلت الهيئة مع وزارة الخارجية يمكنها أن تتفاعل وشطب اسم ناخب من دائرة في الخارج وتمكنه من الإدلاب صوته وهو حق مشروعه. فيما يخص التغطية في الخارج الأعلامية أولا نحن نعلم صحيح أن تونس هو بلد هام والكل ينظر ويتابع ما يجري في تونس لإعتبارات عدة ولكنني أنا شخصيا صدمت عندما اكتشفت أن تشريع آخر في قانون الانتخابات يمنع المترشح من استعمال وسائل الأعلام الأجنبية ونعتبر هذا تمييز عنصري في حق وسائل الأعلام الأجنبية كيف؟ هل من المعقول أن يتحدث المترشح مع قناة تونسية ولا يمكنه أن يتحدث مع صحفي خاصة إذا كان من أصول تونسية في قناة التي هي أهم قناة في إيطاليا عمومية خاصة أن صحفي يعرف كيف تسير الأمور وبالتالي هناك تضارب هناك يعني غموض وهذه نقطة أنا أوجهها أنا استمعت أنا حاولت أن أغطي بدون ذكر أسماء حملة لأحد المرشحين بعد أن اتفقنا وما إلى غير ذلك لما تحولت من مدينة إلى أخرى تبعد 500 كم اكتشفت أنه لا يمكنني محاولاتهم ولكن في نفس الوقت التضارب هو هذا سيدي أن أحد الناتق الرسمية تقدر دي مترشحين في الخارج أما في الداخل لا بقوانين الهايكا لا القانون ينصه وأنا اكتشفت هذا مع الأسف متأخرا هي تشريعات القانون والفصل 66 يقول لا يمكن استعمال استعمال وسائل أعلام أجنبية ولكن في نفس الوقت قبل انطلاق الحملة الانتخابية ومواحد وثلاثين لكن مترشح في الخارج من حق ويظهر في وسائل أعلام أجنبية لا في التشريعية في التشريعية يمكن أنا سألت الهايكا وقيل لي يمكن تشريعية ولكن في نفس الوقت لماذا تحدث عن تضارب وغموث لأن الناتق الرسمية السابقة السيدة حسنة بن سليمان كانت موجودة في تلفزيون تونسي وأقرت بهذا ولكنها أقرت أيضا بحرية التعبير وقالت أنه يمكن الحديث مع المترشح على شرطين هناك شرطين الشرط الأول أنه ما يمشيش للستوديو والشرط الثاني أنه لا يقوم بحملة دعائية وبالتالي نحن كعالميين في الخارج نحس أننا مظلومين من الجهتين من القانون لا أقول الهيئة وفي نفس الوقت من المترشح الذي يريد أن يتنصل من الإجابات وبالتالي يستعمل الفصل 66 أفهم تماما أخصار أنشغالاتك كالصحف ليعمل في الخارج وهذا مرت به أيضا أفهم شكرا